اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مدينة واشنطن مع القس جوني مور الرئيس التنفيذي لشركة كايروس وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الاجتماع نوها معالي وزير الخارجية بالتقدم الكبير الذي تشهده العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وكافة أوجه التعاون المشترك مثمنا الجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الحريات والحقوق في أنحاء العالم وفي مكافحة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومساعيها المقدرة لنشر التعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات مشددا على دعم مملكة البحرين لهذه الجهود من جانبه أعرب القس جوني مور عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية مشيدا بالمبادرات المهمة والرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه في دعم التعايش الديني والتحاور مع الأديان ونشر السلام بين مختلف شعوب العالم ومن بينها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتجشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية وإطلاق إعلان مملكة البحرين لتعزيز الحرية الدينية للجميع مؤكدا أن مملكة البحرين أضحت نموذجا يحتدى في الحرية الدينية والتعددية والتسامح واحترام جميع الديانات متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والتقدم مملكة البحرين